طب صلاحنا كنا بنتكلم معاك أنه يمكن سوق العمل أو كنا بنكلم في بداية الحلقة عن سوق العمل اختلف يعني الناس كتير قوي بتبعيز تجيب مجموع عشان تدخل طب أو هندسة أو 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 في الوقت اللي دلوقتي حالا خلاص محتاجين حاجات تانية طبعا ميهن تانية ووظايف تانية لو في أولياء أمور دلوقتي بيتفرجوا علينا إزاي تقولهم أو تنصحهم لو أولادهم عايزين يدخلوا مهنة التمريد وهم يمكن حاسين أنه لا يعني ما تبقى دكتور يعني شجعهم هو الفكرة كلها أن أنا زمان قبل ما أدخل طمريد كنت شايف الطمريد بشكل أو بعين ودلوقتي شايفه بعين تانية تماما طمريده القائمة على رعاية العيين 24 ساعة طمريده دايما يعني الأب والأم البديلة للأطفال الصغيرين الموجودين جوه الحضانات مفروض برضو أن الطمريد هو كمان الإبن أو الإبنة لمرضى الرعاية المركزة فيعني لو هو فعلا عايز يدخل ابنه عشان يعني شكل العام وكلام من ده فما فيش وظيفة دلوقتي حالية هي ممكن تخلي الشكل العام لأي شخص يعني لطيف صمها لكن التمريد عموما هي روح حلوة جدا أنا زمان لما كنت شغيل في المستشفات كنت دايما أنزل قدي رعاية تمردية وطبية للعيين يدعي لي ويبص في وشي بشكل مبتسم جدا يقول لي كتر خيرك يا ابني ربنا يا جزيك خير يعني دعوات مهمة جدا جدا أنا في حياتي مشيت بيها كلها فالأب والأم اللي شايفين أن هم ممكن يكون مش هيدخلوا ابنهم عشان الصورة المجتمعية لا الصورة المجتمعية إحنا وراها هتتغير أكيد هتتغير إحنا بالمجهود إن شاء الله بإذنها هتتغير ومن هنا بقى بطلب حاجة مهمة جدا أنا دايما أقول في لقاءاتي أن أنا محتاج ملف التمريد أنه تتولى القيادة السياسية زي ما إحنا عندنا ملفات مهمة جدا جدا سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تولاها إحنا كمان محتاجين ده لأن إحنا عندنا هجرة داخلية وخارجية للأطقم الطبية كلها وكمان للتمريد يمكن المسجل عندنا في النقابة 250 ألف ممرض أو ممرضة وكمان القائم على الرعاية مثلا حوالي 221 الناس التانية فين؟ الناس التانية ثابت مصر ومشت الناس التانية مش موجودة فأنا رازم أن أوريهم البوتنشيلز اللي هنا أو دايما الحاجات اللي أنا ممكن أحفزهم عشان أورادي يكونوا موجودين إحنا عندنا الحافز المادي والنفسي أولايل جدا جدا حافز المادي 20 جنيه في النباطية 12 ساعة هل في حد ممكن؟ وده يمكن دورك يا صلاح ودور الجيل الجديد أن نغير المفهوم فبالتالي أن كل المنظومة نفسها تتغير بنعمل كده الحقيقة دلوقتي وكل الملفات احنا مفروض قائمين عليها بس دايما بقول أن احنا محتاجين دعم القيادة السياسية في الموضوع لأن أكيد المنظور يتغير تماما لما سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي يتولى الملف نفسه عظيم صلاح أنت دايما احنا دايما بنشوف أن في حاجة مشتركة كده ما بين كل اللي عاملين في المجال التمريد وهي التفاني يعني هو موجود لحد آخر وقت حتى بعد شفته وفترة شغله وما تخلص لو زي من يتؤخر عليه شو هي أو لو هو كان بيتابع حالة هيفضل موجود مع الحالة لحد ما يتطمن عليه فدي صفات مشتركة كده يعني بعيدا بقى عن اللي درسوه بو سبي حامد الحقيقة حصل أن احنا فيه اتنين ممرضتين توفوا داخل مركز خاص يعني مركز خاص طبي علشان هو حصل حريق والعيان في العمليات هما الاتنين ما سابوش العيان وتوفوا معاه هما الاتنين ما سابوش العيان وتوفوا معاه والمركز كله حصل حريق كل الناس مشت اللي مات هما الاتنين ممرضتين فدايما إحنا عندنا كده يعني كونسبت أننا لازم جنب العيان على طول ما قدرش يشوف حد يستغيث بي ويسيبه أبدا فالحقيقة أنا دايما بحب التمريد عشان هو فيه روح حلوة جدا جدا دايما بوصل للتمريد أنه هو ده ممكن يكون والدي أو أخوي أو أختي أو مامتي فالحقيقة دايما بتفانى في عملي وكل الناس من التمريد بيعملوا كده أعذرهم لو فيه أخطاء معينة بس لأننا مبارح كنت في مستشفى أول مبارح لقيت أن 35 عيان قائمة عليه 2 ممرضة أو 2 ممرضتين إزاي؟ فالفكرة كلها عندنا عجز جديد جدا وعندنا أوفرلود شديد جدا برضو في مستشفىات من العيانين فأعذرونا بس الفكرة كلها في كده نحن نعذر الناس لما بنلاقي منها أي خطأ وخطأ ده وارد طبعا في كل الناس وانا بلاقي أن الناس بتتفانى فعلا في عملها